موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج الحقيقة اعتبرت صحيفة الجارديان البريطانية في افتتاحيتها أن صفقة القرن عبارة عن خطة ساذجة لأسيما أنها تفترض قبول الفلسطينيين بها من خلال عرض دولة بالاسم فقط وكتبت الجارديان في افتتاحيتها أن صفقة القرن ليست إلا احتيالا وذلك وفق عنوانها الرئيس مشيرة إلا أنها كشفت عن تمثلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السمجة مشاهدين حول حقيقة صفقة القرن وسبل مواجهتها في هذه المرحلة يسعدنا أن نرحب بضيفنا هنا في الستوديو الأستاذ صلاح الدين العواودة المختص في شأن الصهيوني سيد العواودة مرحبا بك معنا في البداية هياكم الله سيد العواودة في البداية ما الذي اختلف اليوم عن الأمس فيما يتعلق بعملية السلام بين القوسين بإعلان دونالد ترامب هذه الصفقة وبعض تفاصيلها أو ربما خطوطها العريضة في المؤتمر الصحفي إلى جانب نتنياهو قبل يومين بسم الله الرحمن الرحيم إذا تحدثنا باختصار فالتغيرات هي تغيرات شكلية فقط لا يوجد تغير جوهري على جوهر العرض المعروض للفلسطينيين يعني منذ انطلقت عملية السلام والحديث عن حكم ذاتي للفلسطينيين مع تواجد فلسطيني بشكل أو بآخر في القدس الشرقية بدون سيادة على القدس بدون الأماكن المقدسة وهذا ما فجر المفاوضات مع الفلسطينيين منذ نهاية التسعينات ومنذ كام ديفيد الفلسطيني الإسرائيلي والحديث عن النسب المئوية أيضا كان متقاربا الحديث عن الانسحاب من مناطق سي في الضفة الغربية وترك أغلبية المستوطنات أو الكتل الاستطانية الكبيرة في أيدي الاحتلال التنازل عن حق العودة هذه كلها قضايا كانت مطروحة للمخوضات وكان المفاوضون الفلسطينيون قد قبلوا مبدئيا بها والرئيس محمود عباس سبق وتحدث في لقاءة تلفزيونية أنه من صفد ولا يريد العودة إلى صفد وأنه لا يريد أن يغرق إسرائيل باللاجئين الفلسطينيين ويريد أن يحافظ عليها كدولة يهودية وما إلى ذلك ولكن ما الذي جد؟ لماذا الآن هذا الصدام مع المفاوض الفلسطيني وهذا الصراخ من المفاوض الفلسطيني على صفقة القرن؟ الحقيقة أن هذا لحسابات داخلية إسرائيلية أمريكية بالدرجة الأولى وهي حسابات اليمين الصهيوني المتطرف سواء الذي يحكم في الولايات المتحدة من خلال اللوبي الذي يشارك ترامب للحكم والذي أوصل ترامب للحكم أو من خلال اليمين المتطرف الذي يحكم في إسرائيل والذي يتزعمه نتنياهو هذا اليمين المتطرف لا يعترف بالشعب الفلسطيني كوجود للشعب الفلسطيني كقيادة فلسطينية للشعب الفلسطيني ولا يرغب بأن يقال بأنه اعترف بالفلسطينيين وفاوضهم ووصل لاتفاق معهم وبالتالي يتعامل بهذا العلو أنه نحن نقرر نحن كإسرائيليين نحن كيهود من يقرر ونعرض هذا القرار عليكم عجبكم أهلا وسهلا لم يعجبكم نحن ماضونا في سياستنا نحن نسيطر السيادة لنا وكل شيء لماذا نضيع سنوات من التفاوض متر هنا ومتر هناك على الأرض أو على القدس أو على غيرها يعني سيد العودة ما عرضه ترامب إلى جانب نتنياهو في المؤتمر الصحفي هي خطة لفرضها كأمر واقع على الشعب الفلسطيني أم هو عرض قابل للحوار والتفاوض بما أن ترامب ذكر بأن لدى الفلسطينيين أربع سنوات حتى يقوموا بدلاسة خطتي كما ذكر هي يعني عندما أنت تطرح خطة بهذا الحجم وبهذا الشكل وتقول ها هي خطتي ها هي خطتي ها هي خطتي العريضة ها هي الثوابت بالنسبة لي وتعالوا نتفاوض على طريقة تطبيقها أنت تملي ولا تتفاوض يعني لا يوجد مجال للتفاوض التفاوض على ماذا يعني التفاوض على طريقة التطبيق وربما ستنقص هذه الخطة مع التفاوض يعني حجم الأراضي ربما يؤكل لأنه إذا لم يقبلوا الفلسطينيين الآن فسيتوسع الاستيطان يعني هو يشترط تجميد الاستيطان بالمفاوضات مع الفلسطينيين يعني إذا لا يوجد مفاوضات لن يتجمد الاستيطان وبالتالي المناطق الخالية التي هو يعرضها على الفلسطينيين الآن لإقامة دولة ستمتلئ بالمستوطنات إذا لم يقبل الفلسطيني وبالتالي هي مسألة إملاء مسألة علو مسألة استكبار أيضا مسألة داخلية تجاه الكيان الصيوني داخليا الكيان الصيوني الداخلي اليمين الصيوني في الداخل في داخل كيان الصيوني لا يقبل شيء اسمه المفاوضات مع الفلسطينيين يعني هو سائم وهو كاره للمفاوضات مع الفلسطينيين هو قتل رابين أساسا لأنه فاوض الفلسطينيين رغم أن رابين ما كان ليعطي الفلسطينيين أكثر مما هم يعطونه لكن مبدأ التفاوض مع الفلسطينيين الاعتراف بالفلسطينيين إعطاء هذا الاحترام للفلسطيني والاعتراف به كشعب وصاحب حقوق هذا ما يرفضه اليمين الصيوني وبالتالي هم يفاوضون أنفسهم ويصلون إلى خلاصة ويعرضونها على العالم قبلتم قبلتم لم تقبلوا نحن ماضون يعني حتى ترامب قال عندما سئل وإذا رفض الفلسطينيين قال ننتقل إلى اليوم التالي يعني لن نتوقف عند رفض الفلسطينيين حتى المؤسسة الأمنية في إسرائيل يعني والنخبة في إسرائيل النخبة الأمنية التي تقدم نصائح للحكومة وتقدم المشاريع للحكومة مثل ما يركز دراسات الأمن القومي عندما قدم تقديره الاستراتيجي مع بداية هذه السنة ومع بداية السنة الماضية قال يجب أن لا ننتظر الفلسطينيين إلى الأبد يعني رغم أنه ربما أكثر موضوعية في طروحاته ولكن هو أيضا يعرف بأنه لا يمكن أن نعود للمفاوضات مع الفلسطينيين لا يمكن انتظار الفلسطينيين لا يمكن إعطاءهم نحن يجب أن نحدد ماذا نريد بالدط ماذا نريد من الأرض ماذا نريد من القدس ماذا نريد من الحدود ونتخذ قرارنا أن نبلغ الفلسطينيين وننصق مع العرب بالمناسبة هذه نقطة مهمة يعني قالوا يجب أن يكون بالتنسيق مع الولايات المتحدة أولا كدولة عظمى راعية للكيان الصهيوني من ناحية ويجب أن تكون بالتنسيق مع الدول العربية خصوصا الدول العربية ذات الحدود المشتركة وذات اتفاقيات سلام مع إسرائيل لأنه بدون التنسيق معها قد يؤثر سلبا على الاتفاقيات معها وبالتالي هذه عمليا رؤية أكثر من 90% من الطيف السياسي الصهيوني بأنه لم يعد هناك مجال للتفاوض مع الفلسطينيين طيب سيد العودة بالنظر لردود الفعل التي كانت في اليوم الأول بعد إعلان دونالد ترامب صفقة القرن وأيضا تتابعت في اليوم التالي للإعلان حسب من يوافق ومن يرفض أو من ربما يشجب على مضد هل اكتملت الصورة بين الموافق والمعترض أو المؤيد والمعارض لهذه الصفقة خاصة في الإقليم في دول الطوق لفلسطين الحقيقة لفئة من الناس لا شك أن قبل إعلان الصفقة كانت المواقف واضحة وكان من يقرأ ويتابع ويحلل يستطيع أن يفهم كل دولة ماذا سيكون موقفها وأي طرف ماذا سيكون موقفه في حالة عرضت الصفقة على الصعيد الفلسطيني واضح أن الجميع رفض يعني حتى تيار التسوية كان متفاجئا من درجة الغطرصة التي وصل إليها اليمين الصهيوني بطرحه يعني تجاوز حتى ما كان يتحدث به في الإعلام عن هذه المسألة أما على الصعيد العربي والصعيد الإسلامي الإقليمي عموما فواضح أن الأنظمة ذات الخلفية الشعبية ذات الشرعية الشعبية الأنظمة المستندة إلى شعبية إلى شرعية من شعبها يعني المنبثقة عن انتخابات وعن إرادة شعبية حرة هذه الأنظمة لا يوجد نظام منها قبل الصفقة ولا حتى بالمجاملة يعني مثل تركيا مثلا أعلنت بشكل واضح رفض الصفقة والتمسك بالقدس والتمسك بمطالب الفلسطينيين وبدولة على حدود 67 لأن هذه دولة تستند إلى شعبها وإلى انتخابات حرة وديمقراطية حتى الجمهورية الإسلامية في إيران هناك تنتمي إلى شعبها تستند إلى انتخابات في إيران وبالتالي تمثل الشعب الإيراني فرفضت هذه الصفقة لكن في المقابل الأنظمة التي وافقت سواء من أرسلت سفراءها للحضور في الولايات المتحدة أو من رحبت وشجعت وأثنت على ترامب وشكرته على هذه السخاء الذي يعني بدأ منه أو تلك التي عبرت بشكل مجاملة أو موافقة خجولة هذه أنظمة قمعية أنظمة وصلت إلى الحكم بفعل الاستعمار يعني إما جاء دابط إنجليزي ووضعهم وسلمهم أن يكون ملكا أو أميرا أو رئيس جمهورية من خلال انقلاب عسكري ويتلقون حمايتهم وتمويلهم وغذاءهم وكل شيء من الولايات المتحدة ومؤخرا حتى من إسرائيل مباشرة يعني العلاقات أصبحت مع إسرائيل مباشرة مكشوفة وبالتالي هنا معسكران معسكر حر ينتمي إلى شعبه ويرفض هذه الصفقة وبالتالي يرفض الاحتلال ويرفض من يقف وراء الاحتلال ومعسكر هو تابع للاحتلال وتابع للاستعمار وهو يستعبد شعبه لصالح إسرائيل وصالح الاستعمار وبالتالي المعادلة واضحة بأنه لن تحرر فلسطين ولن تكون القدس حرة قبل أن تكون الشعوب العربية حرة وبالتالي المسألة ليست مسألة القدس وفلسطين وإنما مسألة حرية لهذه الأمة جميعا لا يمكن أن تكون فلسطين حرة وهي قلب هذه الأمة والأمة ليست حرة وبالتالي من الضروري جدا أن تتحرر الشعوب العربية حتى تستطيع أن تقول رأيها حتى تستطيع أن تفرض رأيها حتى المحللين الإسرائيليين عندما يتحدثون يتحدثون بأن الشعوب أو الأنظمة التي لم تتعاون بالشكل الكامل مع الصفقة أنظمة تخشى من شعوبها اليوم عن النظام الأردني بشكل واضح في صحيفة هارتس الخبراء الأمنيون يقولون أن محاولة إسرائيل إذا حاول نتمياه ضم الغور أو إعلان السيادة الإسرائيلية على غور الأردن فهذا يهدد اتفاق السلام مع الأردن لماذا؟ هل لأن النظام الأردني ضد السلام أو ضد الضم أو ضد صفقة القرن؟ لا لأن النظام الأردني يخشى من الشعب الأردني المشكلة ليست في النظام وإنما في الشعب الأردني وبالتالي هذا نموذج للشعوب العربية كلها لا يوجد شعب عربي كما الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني رفض مشاريع سابقة ورفض كل المحاولات التسوية ويرفض هذه المرة والشعوب العربية كذلك وبالتالي الشعوب كلها مواقفها واضحة وستبقى واضحة ضد إسرائيل ضد الاحتلال ضد التطبيع وضد الاستعمار بكل أشكاله لكن الأنظمة المأجورة الأنظمة التي لا تملك شرعية شعبية الأنظمة التي لا تمثل شعوبها هذه أنظمة تتلقى أوامر من الاحتلال ومن الولايات المتحدة فتوافق وتشجع وتؤيد وتحضر كمان كيف رأيت الموقف المصري الذي خرج عبر تصريحات بعد إعلان دونالد ترامب وأي تأثير له على القضية بالتحديد؟ الحقيقة النظام المصري يمثل الموقف الضعيف يعني النظام المصري يقول أنه على قاعدة أنا العبد المأمور يعني لا أستطيع أن أقول أكثر من هذا يقول بأن من الضروري الجلوس والتفاوض والاتفاق هناك أسس للحديث والتفاوض هو لا يستطيع النظام المصري نعرف أنه يتلقى مساعدات من الولايات المتحدة مساعدات مالية ومساعدات عسكرية النظام المصري جاء بانقلاب عسكري للسلطة وبالتالي يحتاج إلى شرعية دولية لا يستند إلى شرعية شعبية وبالتالي لا يستطيع إلا أن يقول هذا الكلام على الفلسطينيين والإسرائيليين أن يتفاوضوا بناء على صفقة القرن وهذا متوقع وليس مفاجئة فيما يتعلق بالموقف التركي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أيضا قال جملة لافتة قال نحن ننظر إلى فلسطين بنظرة السلطان عبد الحميد الثاني في أي إطار تأتي هذه الجملة وهذا التصريح وهل يتبعه من شيء من وجهة نظرك؟ الحقيقة هذا يأتي في سياق من ارتفاع اللهجة أو تصعيد اللهجة بين تركيا في السنوات الأخيرة وبين الكيان الصهيوني أنا قبل أيام أنهيت دراسة عن العلاقة الإسرائيلية التركية وهي في سلسلة دراسات قمنا بها على العلاقات الإسرائيلية التركية والدراسة كانت بعنوان ما هي الأسباب التي جعلت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تضع تركيا كتهديد على الأمن القومي الإسرائيلي في تقديرها الاستراتيجي لبداية عام 2020 وهذه النقطة التي تتحدث بها الرئيس هي في صلب هذه الأسباب التي جعلت إسرائيل تعتبر تركيا تهديدا استراتيجيا إسرائيل لا تقبل بأن ينتقدها أحد وإذا انتقدها أحد مباشرة تتخذ منه عدوا معاد للسامية ومعاد لليهودية وتبحث عن أصوله وعن فكره لمهاجمته فهي تقول أن رجب طيب أردوغان من الإخوان المسلمين وتقول بأنه من العثمانيين الجدد وأنه يريد أن يكون سلطانا ويريد أن يعيد الدولة العثمانية ويعيد الدولة العثمانية إلى مجدها وأمجاد الدولة العثمانية هذا في خطاباتهم المتكررة آخر مصدر عنهم يهاجم حتى رئيس المخابرات التركية حقان فيدان ويقولوا أنه تخلصنا من سليماني والآن الدور على فيدان ليس بالضرورة إغتياله ولكن بالضرورة التحديث عن شخصيته وعن خطورته وتسليط الضوء عليه من ناحية الكيان الصهيوني ركزوا أيضا على ازدياد القوة لتركيا في المنطقة أزعجهم جدا الدور التركي في الشمال السوري وإسقاط الكيان الكردي العميل الذي كانت إسرائيل والولايات المتحدة يسعون لإقامته في شمال سوريا أزعجهم عملية نبع السلام والآن يزعجهم جدا الدور الذي تقوم به تركيا في ليبيا دعما للحكومة الليبية الشرعية وهم راهنوا بشكل كبير على حفتر وعلى الدول التي تدعم حفتر أيضا يزعجهم جدا التقدم الذي تحقق تركيا في الصناعات العسكرية في الإعلام العبري يرصدون تقريبا كل يوم تقرير عن التقدم الذي تحصله تركيا من غواصات صناعة محلية إلى حاملة الطيران التي سينتهي العمل فيها هذا العام إلى البوارج والفرقطات والسفن الحربية التي صنعتها تركيا ذاتيا بعد أن كانت تعتمد على الأسلحة المستعملة التي كانت تعطيها لها الولايات المتحدة قبل عشر سنوات وقبل عشرين سنة وبالتالي هي ترقب هذا كله إضافة إلى الاتفاق مع الحكومة الليبية وقطع الطريق على خط الغاز هذه الرصد كل هذه المعلومات الاستخبارية ربما أو المعلومات عن تركيا في هذا المجال هو انطلاقا من خشية الكيان الصهيوني أم من ماذا؟ نعم خشية الكيان الصهيوني من أي طرف حر غير خاضع للكيان الصهيوني في المنطقة يعني بغض النظر هم يلسقون تهمة إعادة أمجاد الدولة العثمانية للرئيس أردوغان وقالوا أن سليماني يريد إعادة الدولة الفارسية القديمة ولو جاء زعيم عربي لقالوا بأنه سيعيد أمجاد عمر بن الخطاب مثلا وما إلى ذلك وبالتالي ولو كان يقاتلهم كردي سيقولون هذا صلاح الدين الأيوبي يريد أن يعيد أمجاد صلاح الدين الأيوبي هم لا يريدون أن يكون هناك أي طرف حر يعني بغض النظر ما هو الفكر الذي يحمله لا يريدون أن يكون هناك طرف حر خارج عن سيطرتهم وعن ابتزازهم وعن إمكانية السيطرة تركيا تقوم بدورها يعني في المناسبة بشكل موضوعي تركيا تطور سلاحها يعني لم تعتدي على إسرائيل تركيا تطور اقتصادها لم تعتدي على إسرائيل وقعت اتفاق مع ليبيا ما علاقة إسرائيل في الموضوع يعني هي مسائل تتعلق بقوة ليبيا وباستقلال ليبيا لكن ما يزعج إسرائيل أن تركيا تريد أن تقول مستقلة وهذا يهدد إسرائيل لكن أيضا يزعج إسرائيل أكثر أن العمق التاريخي هناك صراع تاريخي مع الدولة العثمانية هم يستذكرون السلطان عبد الحميد والذي هو من بدأ الصراع مع الحركة الصهيونية عندما رفض تسليم القدس وقال القدس هي أمنا وإذا سقطت القدس سقطت الأمة الإسلامية جمعاء هم لا ينسون هذا أيضا ليس في عصر أردوغان تحديدا الكون الشعب التركي هو شعب مسلم وبالنسبة له القدس هي مدينة مقدسة ونحن قبل قليل تحدثنا عن أن الشعوب كلها كذلك وليس الشعب التركي ولكن الفارق أن تركيا لديها حكومة منتخبة وهي ليست منتخبة من اليوم يعني أول ما أقيمت العلاقة بين تركيا والكيان الصهيوني كانت عام 1949 لما كان العسكر يحكمون في تركيا ولم تكن حكومة منتخبة ومع بداية الخمسينات وانتخبت حكومة في تركيا حكومة عدنان مندريس قطعت العلاقات مع إسرائيل وتأثرت بشكل سلبي عندما تم العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وثم عام 1967 وظلت العلاقات تأثر وبعد حرق الأقصى عام 1969 تراجعت العلاقة أكثر رغم أن العسكريين الذين كانوا هم الدولة العميقة في تركيا كانوا يحرصون على أن تبقى العلاقة قوية مع إسرائيل لتبقى علاقتهم مع الولايات المتحدة أيضا قوية وبالتالي موضوع القدس بالنسبة للشعب التركي هو موضوع حي وبالتالي سيظل الشعب التركي نفسه عدوا لإسرائيل أيضا الدور التركي في القدس اليوم التركية تقوم بدور كبير جدا في القدس من خلال مساعدة المقدسين على الصمود هناك من خلال المؤسسات التي تعمل هناك لخدمة المقدسيين اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وصحيا وليس في القدس فقط وليس في رحلات الأتراك التي تنظم إلى القدس أيضا للحفاظ على إسلامية المسجد الأقصى أيضا في جميع فلسطين المحتلة أينما تواجد الفلسطيني تواجد التركي بالمال والمساعدة هنا في هذه النقطة بالتحديد سيد العوودة في كل موقف لتركيا داعم للقضية الفلسطينية وداعم للقدس والأقصى وحق الشعب الفلسطيني يخرج بعض ربما المتصهينين من ناحية وبعض الناقمين على تركيا من ناحية أخرى ليقولوا بأن تركيا مرتمية في حضن الصهاينة وتقيم الكثير من العلاقات ولم تفعل شيء لفلسطين ولم تقدم أي شيء للقضية الفلسطينية ولا للقدس ولا للأقصى طبيعي جدا يعني نفس القوس التي يرمونا تركيا عنها نفس قوس الحرقة الصهيونية هناك لدينا أنظمة عربية وهناك حركات سياسية عربية أيضا صنعت مع الحركة الصهيونية على أنقاط الدولة العثمانية وبالتالي بالنسبة لها الدولة العثمانية وأي صلة بتاريخ الدولة العثمانية هو عدو لها يعني هذه الجهات سواء أنظمة عربية رسمية أو تيارات سياسية في العالم العربي موالية للأنظمة العربية القمعية سواء موالية لها جميعا أو موالية لبعضها ضد بعض يعني بعضها مثلا تجده يدعم النظام السوري لكنه يعارض النظام السعودي بعضه يدعم النظام السعودي ويعارض النظام السوري ولكن جميعهم متفقون على مسألة واحدة وهي العداء للماضي العثماني العداء للحكومة التركية الحالية لأنهم يتهمونها بأنها امتداد للماضي العثماني وتريد إعادة المجد العثماني هؤلاء جميعا متفقون على أن الدولة العثمانية والتاريخ الإسلامي عموما هو عدو لهم لأنها حركات قومية أنشأها الاستعمار في المنطقة من ضمنها الحركة الصهيونية يعني هم أنشئوا في نفس المدرسة في نفس الصف من قبل الاستعمار مع نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين وهم أن أنشئ لهم كيانات على حساب هذه الدولة العثمانية فعندما يظهر رئيس كالرئيس التركي ويتحدث عن إسرائيل بهذه اللهجة وهو ذو ميو العثمانية وذو ميو الإسلامية ولديه علاقات مع تيارات إسلامية في العالم العربي تحمل نفس النهج وهو العودة إلى الجذور العودة إلى التاريخ العثماني الذين يحترمون السلطان عبد الحميد ويعتبرونه جزءا من تاريخه وبالتالي هم يعادون هذا التيار الذي وإسرائيل تتحدث عنه بشكل واضح بالمناسبة يعني عندنا أحيانا يتحدثون بمصطلحات مبهمة قليلا لا يستطيعون أن يكونوا صرحاء لكن المتحدثين الصهاينة يتحدثون بشكل واضح يقسمون المنطقة العربية تيارات هناك تيار الأنظمة الرسمية المتعاملة مع إسرائيل وهي أنظمة قمعية كلها لا يوجد نظام منها يمثل شعبه ويوجد نظام أنظمة عربية قمعية مجرمة لا تتعاون مع إسرائيل بل وتظهر العداء لإسرائيل لكنها تلتقي مع إسرائيل في العداء لتركيا وهناك التيار الثالث طبعا لا نريد أن نتحدث عن إيران وتيارها أيضا هذا تيار لكن التيار الثالث في العالم العربي هو التيار الإسلام السياسي ويقولون أن هذا يقوده الإخوان المسلمون وأردوغان وقطر وحماس تحدثون بهذا التفصيل وبالتالي هذا التيار ماذا يجمع بينه؟ أردوغان وقطر وحماس الإخوان المسلمون هو الماضي الإسلامي الميراث الإسلامي هؤلاء جميعا لا يعترفون بما أفرزه الاستعمار بعد تفكيك الدولة العثمانية ما أفرزه الاستعمار بعد تفكيك الدولة العثمانية هو الكيان الصهيوني والكيانات العربية العميلة وبالتالي التيار المعارض لهذه الكيانات هو التيار الممتد في عمق التاريخ للدولة العثمانية والدولة الأموية والدولة العباسية وللخلفاء الراشدين وبالتالي الخارطة تصبح واضحة بين هذه التيارات والفروقات بينها الحركة الصهيونية في نفس السلة مع الأنظمة المتعاونة معها أو الأنظمة التي تشاركها العداء للماضي الإسلامي والماضي العثماني وتركيا أردوغان تحديدا نتوقف عند فاصل قصير نعود بعدها لاستكمال لحلقتنا حول سبل مواجهة الشعب الفلسطيني لصفقة القرن مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نواصل ابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في هذه الحلقة برنامج الحقيقة أعود أرحب بضيفي الأستاذ صلاح العوودة المختص في الشأن الصهيوني سيد العوودة مرحبا بك حياتكم الله في ظل حصار العدو وخططه وحصار الشقيق القريب لغزة وفلسطين والتطبيع العربي على المستوى الرسمي كيف سيواجه الشعب الفلسطيني صفقة القرن هو أقوى سلاح يملكه الشعب الفلسطيني خلال المئة سنة الماضية هو حقه وقدرته على القول الله والحق يعطي الشعب الفلسطيني سلطة سلطة قوية جدا منعت الاحتلال من تصفية القضية الفلسطينية على مدار مئة سنة ماضية لأنهم لم يجدوا من الفلسطينيين من يوقع تنازل أو يعطي طابه للكيان الصهيوني في فلسطين وبالتالي حتى لو مثلنا الشعب الفلسطيني بأرملة عجوز ليس لديها أولاد ولا زوج لكن لا يستطيعون أن يمتلكوا هذه الأرض إلا إذا بصمت هذه العجوز إذا أعطتهم توقيعها وبالتالي هذه نقطة قوة للفلسطينيين مهما ضعفوا ومهما انقسموا ومهما حوصروا ومهما جردوا من أسلحتهم ستبقى بأيديهم هذه الورقة والشرعية الدولية لا يستطيع أن يغيرها ترامب ولا نتنياهو هم يستطيعوا أن يخرجوا بعروض أكثر سخونة من العرض الذي قاموا به في البيت الأبيض قبل يومين لكن لا يستطيعوا تغيير المواثيق الدولية ولا تغيير الأمم المتحدة بجرد قلم التي تعطي الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير والتي تعترف بأن هناك شعب فلسطيني يستحق العودة من خلال قرارات الأمم المتحدة من قرار 181 قرار 192 قرار 242 و383 كلها قرارات وغيرها كثير من القرارات التي نصت على حقوق الفلسطينيين حقوق في الأرض حقوق في القدس والتي اعتبرت الأراضي المحتلة 67 أراضي فلسطينية محتلة والتي اعترفت أو أقرت حق الفلسطينيين في العودة يعني قرار 181 يعترف بحق الفلسطينيين كلاجئين بالعودة إلى ديارهم وبالتالي هذه حقوق تاريخية حقوق قانونية في المجتمع الدولي لا يستطيع أحد أن يغيرها هذه النقطة قوة للفلسطينيين حتى لو لم يقاوموا بالسلاح ولو لم يخرجوا بالمظاهرات لكن أيضا الفلسطينيون على مدار التاريخ لم يعجزوا خاضوا انتفاضات مسلحة وشعبية حتى وصلوا إلى إطلاق الصواريخ وليس من اليوم أطلقت الصواريخ من لبنان في السبعينات وبداية الثمانينات وخاض حروب الفلسطينيون من الأرض الأردنية ومن الأرض اللبنانية وخاض حروب على الأرض الفلسطينية أيضا وشهدت القضية الفلسطينية فترات من الركود وفترات من الهدوء لكن القضية الفلسطينية لم تمت أيضا الفلسطينيون موجودون على الأرض يعني صحيح أن أغلب الشعب الفلسطيني في اللجوء والشتات ولكن هناك ملايين الفلسطينيين أكثر من خمسة مليون فلسطيني يعيشون في الضفة والقطاع وهؤلاء على الأرض في فلسطين هؤلاء لا تستطيع إسرائيل أن تتخلص منهم لم تعود الأيام مثل أيام 1948 لا تستطيع إسرائيل أن توزعهم على البلاد العربية ولا أن تخرجهم من فلسطين وكل الإجراءات التي تقوم بها على الأرض من عزلهم ووضع الجدران وترسيم الحدود وبناء الجسور والأنفاق وتحديد وتضييق عليهم هذه لا يغير في الواقع شيء أن الفلسطينيين موجودين على أرضهم وبالتالي هذه نقطة قوة للفلسطينيين النقطة الضعف التي يعاني منها الفلسطينيون بما أننا تحدثنا عن النقطة القوة نقطة الضعف التي يعاني منها الفلسطينيون هي الانقسام وهي نقطة ضعف طيب سنعود لفكرة الانقسام في الضفة الغربية أهمية جهود أهالي الضفة في الاشتباك في نقاط التماس مع الكيان الصهيوني في هذه المرحلة بالتحديد هذا مرتبط بالانقسام أنا ذهبت إلى الانقسام لأنه من الصعب تخيل الانتقال إلى مواجهة مع الاحتلال دون إنهاء الانقسام يعني أكثر ما يؤثر على الحالة الفلسطينية هو موضوع الانقسام في شتى المجالات وأهمها مواجهة الاحتلال يعني الشعب الفلسطيني اليوم بعد كل هذه السنوات من الانقسام أليس بمقدوره أن يتجاوز هذه المرحلة وأن ينطلق هو ويسبق القيادات لا أعتقد أن هذه المسألة بهذه السؤولة الشعب الفلسطيني فاجأ العالم في التاريخ في مراحل معينة لكن لا أظن أن المسألة بهذه السؤولة أن ينطفض الآن ربما على الأقل ليس بشكل مباشر يعني كان من المفروض أن نشهد ردة فعل عنيفة على إعلان ترامب ونتنياهو أو على إعلان نقل السفارة قبل سنتين ولكن هذا لم يحصل هناك حالة من الإحباط هناك حالة من اليأس عند الكثيرين هناك حالة من وليس يعني عجزا أمام الاحتلال لذلك أنا أتحدث عن الانقسام وإنما بسبب الانقسام يعني في الضفة الغربية يدركون خطورة الانقسام على المسألة وبالتالي لا يفكرون الآن بالثورة ضد الاحتلال قبل إنهاء الانقسام يعني هم يرون السلطة تلاحق المقاومين بحجة الانقسام أو بذراعة الانقسام أو في إطار ما يسمى الانقسام وبالتالي كيف ستكون مقاومة والسلطة تلاحق المقاومين تحت شماعة الانقسام أو على شماعة الانقسام وبالتالي أيضا خوف السلطة من أن تفلت الأمور من أيديها ليس لصالح الاحتلال وإنما لصالح الطرف المنقسمة معه وبالتالي هذا يمنع أن تطلق يد الناس السلطة لمواجهة الاحتلال لأن الأمور ستخرج عن السيطرة أيضا تخشى السلطة من مواجهة الاحتلال ليس من الاحتلال أو خشية على نفسها من الاحتلال بقدر ما هو خشية على نفسها من أن يسيطر على الشارع معارضوها الفلسطينيون وبالتالي موضوع الانقسام موضوع حساس جدا والاحتلال يدرك ذلك يعني أنا كمتاعب للشهن الصيوني ودارس للشهن الصيوني هم يراهنون على الانقسام الاحتلال لديه مصلحة استراتيجية وعليا في إبقاء الانقسام وعدم توحيد الفلسطينيين ولا بأي تيار حتى في التسوية لا يريدون توحيد الفلسطينيين لا يريدون أن تكون هناك قيادة فلسطينية موحدة في مفاوضات التسوية لأنهم سيمثلون الفلسطينيين جميعا وسيكونوا طرفا قويا في المفاوضات فرص انهاء الانقسام اليوم سيد العود اليوم هناك تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس تبدو قوية تصريحات قوية القدس ليست للبيع ويعني علو في اللهجة ورفع لها وطبعا حركة حماس والفصائل هي رافضة وقالت أن المقاومة هي الطريق الوحيد للتصدي لصفقة القرن فرص اليوم انهاء الانقسام هل يمكن تقريب وجهة النظر في هذه المرحلة؟ أولا هناك مسألة مهمة حصلت وهي شعور الجميع بخطورة المرحلة أعتقد أن قيادة حماس أدركت ذلك وقيادة السلطة الفلسطينية قيادة مناطمة التحرير الممثلة محمود عباس أدركت ذلك وهي أن القضية الفلسطينية كلها تضيع بسبب الانقسام وأنه يجب أن نفعل شيئا بشأن هذا الانقسام لكن هذه مسألة وإنهاء الانقسام مسألة أخرى يعني اتصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في يوم المؤتمر الصحفي لترامب على الرئيس عباس وقال له الوضع خطير وتعالى نجلس تعالى نتحدث تعالى ننهي الانقسام تعالى نواجه الصفقة معا وهذه خطوة إيجابية لكن نابعة من شعور حماس بخطورة المرحلة وأن الانقسام كارثي بالنسبة للفلسطينيين رد الرئيس عباس كان رد إيجابي أيضا متفاعل ودعا إلى لقاء وطني وتحضره بعض قيادات حماس في الضفة الغربية وتحدثت قيادة فتح عن وفد فصائل إلى قطاع غزة لبدء حوار لإنهاء الانقسام وما إلى ذلك هذه خطوات إيجابية باتجاه إنهاء القسام لكن هل ستستطيع إنهاء إنهاء الانقسام؟ هل تملك السلطة إنهاء الانقسام؟ هذه أسئلة يجب أن ننتظر قليلا لكن ممكن أن نتحدث عن المعوقات في طريق إنهاء الانقسام لكن هي السلطة ربما لا تمتلك إنهاء الانقسام؟ أعتقد أنها تخشى من الثمن الذي يمكن أن تدفعه إذا ذهبت لإنهاء الانقسام تزول السلطة الفلسطينية؟ هي تخشى من الزوال، تخشى من الانهيار، تخشى من انتهاء دورها بالنسبة لها السلطة الفلسطينية وهي المشروع الوطني الذي دفعت أكثر من 25 سنة منظمة تحرير من عمرها في بنائه بعد 40 سنة من التضحيات والحروب وبالتالي المخاطرة بهذا المشروع من وجهة نظر السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ليست مسألة سهلة أيضا هناك منجزات تعتبرها السلطة مثل الشرعية الدولية النسبية التي حصلت عليها يعني السلطة الفلسطينية اليوم دولة غير عضو في الأمم المتحدة وهي معترف بها في المؤسسات الدولية عموما هي اليوم عضو في الجنائية الدولية تستطيع أن تقاضي إسرائيل تستطيع أن تتحقق معترف بها دوليا في الأوروبا في الاتحاد الأوروبي في أكثر دول العالم لديها سفرات وعلاقات دولوماسية وبالتالي ذهابها إلى وحدة أو إنهاء الانقسام مع حماس فيه مخاطرة بفقدان هذه الشرعية وهذا ما منعها في السنوات الماضية من التقارب مع حماس أو الوحدة مع حماس لأن حماس مصنفة في أوروبا والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية وبالتالي التقارب معها ويدخالها إلى منظمة التحرير كان بالنسبة لعلى أقل من وجهة نظرهم مخاطرة بشرعية منظمة التحرير الدولية فهذه النقطة الشرعية مسألة مهمة حقا لك أن هناك معاوقات أستاذ العود معذلت عن النقطة ما هي العقبة نستطيع أن نقول أنها جوهرية أمام فكرة إنهاء الانقسام اليوم أعتقد بعد هذه المسألة، مسألة الشرعية وهي درجة أولى بأهميتها تأتي أهمية الوجود، الوجود على الأرض يعني قيادة منظمة التحرير الخطيئة الاستراتيجية التي ارتكبتها أنها وضعت نفسها تحت أو بين فكي الاحتلال أو تحت شكوش الاحتلال أو بين مطرقته وسنديانه عندما دخلت إلى الضفة الغربية وجعلت كل شيء تحت سيطرة الاحتلال يعني لا يستطيع الرئيس أن يتحرك إلا بإذن دابط في الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن يجمع المجلس الوطني ولا المجلس المركزي ولا المجلس التشريعي ولا كذا إلا بعد موافقة المنصق وهو دابط الإدارة المدنية لجيش الاحتلال وبالتالي المسألة الوجود فيها مخاطرة يعني إذا وصلت السلطة إلى مرحلة فيها صدام مع الاحتلال والاحتلال يهددهم بهذا يعني أهددهم عدة مرات الوحدة مع حماس تعني نهايتكم وبالتالي هذا منجز مادي بالنسبة للسلطة وفي المقابل السلطة تنظر إلى الواقع العربي الواقع الإقليمي لا يوجد من تعول عليه يعني السلطة ترى حماس ماذا يحل بها وكيف هي محاصرة ومن يساندها من العرب ومن المسلمين فهي تلقائيا تستشعر بأنه لو دخلنا الآن في صدام مع إسرائيل أين سنذهب إلى من سنذهب أصلا السلطة استسلمت وجاءت إلى فلسطين بعد أن ديق العرب عليها ديقوا نفسها يعني لم تستطع أن تبقى في الخارج فجاءت بالتسوية هذه إلى فلسطين وهذا مانع مهم جدا طبعا يترتب عليه كثير من الأشياء التي تعتبرها حسابات ضيقة أنه هناك ميزانيات هناك رواتب هناك وزارات هناك بطاقات VIP هناك هيبة السلطة وما إلى ذلك فكيف يتخلوا عنها ويعودوا مواطنين يعني في أحسن الظروف سيعودوا مواطنين مثلهم مثل غيرهم تحت طائلة الاحتلال والاعتقال والملاحقة يعني حتى بدون إنهاء الانقسام الكلي سيد العودة ألا تمتلك السلطة حق أو فكرة إطلاق يد الشعب فقط في الضفر الغربي أو فقط وقف التنسيق الأم هذا مرتبط تماما بما نتحدث به أنها إذا ذهبت باتجاه هذه الخطوة فهي تغامر بوجودها وبشرعيتها يعني هناك من سيتهمها بدعم الإرهاب وبالتالي يسحب الشرعية عنها تصبح سلطة إرهابية وهم يرون مصير ياسر عرفات ماذا حصل به عندما سمح لانتفاضة الأقصى بالانطلاق ويعرفون ماذا سيفعل الاحتلال ضدهم على الأرض في حال تسمحوا الاحتلال يوصلهم هذه الرسالة كل يوم ويرددها على مسامعهم في كل لحظة بأنكم أنتم تقومون بمهمة أمنية إذا لم تقوموا بها لن يعود لكم لزوم يعني سننتهي منكم نحن سندير المسألة على الأرض وأنتم لن تعودوا تنفعوا وبالتالي ينتهي دورهم وتنتهي امتيازاتهم هل تعوده الحاضن الشعبية إذا فعل ذلك سيد عبد بالتأكيد بالتأكيد تعوده الحاضن الشعبية والتأكيد هناك مخرج لكن أنا أتحدث عن معوقات يجب أن تبحث السلطة عن مخرج منها أو كيفية تجاوزها يعني لا شك بأن ستجد أذرع مفتوحة السلطة من الشعب الفلسطيني وفي البداية سيكون المسألة صعبة لكن ستجد والشعب الفلسطيني أثبت في الماضي لأن السلطة وصلت في التسعينات من التنسيق الأمني مرحلة سيئة جدا ولكن مع انتفاضة الأقصى وعندما أريقت الدماء وعندما كانت تهديد للمسجد الأقصى نسي الشعب الفلسطيني كل ذلك وقصفت المقرات الأمنية للسلطة الفلسطينية وفيها أبناء المقاومة محبسون مسجنون يعني بدأت انتفاضة الأقصى وما زالت المعارضة أبناء المقاومة في السجون وضربت السجون وقصفت ودمرت من الاحتلال وهي تسجن المقاومين ومع ذلك انخرط الجميع في مقاومة الاحتلال ونسي الجميع خلافاتهم الرنتيسي الذي كان في سجون السلطة من أقام له بيت العزاء في رمالله والرئيس ياسر عرفات وكذلك الشيخ أحمد ياسين فبالتالي ممكن أن نعود في النهاية نحن شعب واحد مهما حصل بيننا بين أبناء هذا الشعب في مواجهة العدو الأخطر على الجميع ممكن أن يتعالوا على هذه الآلام وعلى هذه الجراح ويعودوا للحمتهم والدم يغسل كل هذه الأدران نختم بهذه الكلمات الجامعة أشكر شكرا جزيلا سيد صلاح الدين العواودة المختص في شأن السلطة كنت مع نطيلة هذه الحلقة برنامج الحقيقة شكرا لك أشكر ومصول لكم مشاهدينا الكراري ومعلى حسن وطيب المتابعة وحتى نلتقي في أمان الله موسيقى موسيقى موسيقى